مرحبا لكم طلابنا العزاء درس من اليوم الصف الاول الاعدادي المادة علم الاحياء الوحدة الاولى الدرس بعنوان نشأة الكون اذا درس اليوم يتحدث عن نشأة الكون طلابنا العزاء ان الكوكب نحن نعيش على الارض هذا الارض يستمد حرارتها تستمد حرارتها وطاقتها من اشعة الشمس اذا في الشمس ماذا تفعل تمد الارض بالنور والحرارة ايضا في الليل نرى بان السماء تحتوي على نجوم والقمر وهذا القمر ماذا يعمل يعمل على اضاءة الارض في الليل ايضا في هذا الفضاء توجد مجرات اخرى وكواكب اخرى ونجوم اذا الفضاء عبارة عن ماذا يحتوي على كواكب ونجوم وغيرها من الاشياء فهذا كله مسميه ماذا مسميه الكون اذا الكون عبارة عن ماذا طلاب عبارة عن فضاء شاسع اذا فضاء شاسع اي كبير يتكون من عدد ضخم من المجرات والنجوم والكواكب بالاضافة الى الكويكبات والمزنبات اذا ما هو الكون عبارة عن فضاء شاسع يتكون من عدد ضخم من الكواكب والنجوم والمجرات مجرات بالاضافة الى الكويكبات والمزنبات متها نشأ الكون كما نلاحظ ان كل شيء سواء كان حي او جامد تاريخ نشأ له ايضا الكون له تاريخ نشأته لكن في قديم الزمان الناس لم يكن يعرفون عن الكون الا القليل وذلك لسبب عدد توفر الاجهزة المتطورة بين ايديهم لكن مع الاكتشافات الحديثة وتطور العلوم واكتشاف العلوم الفيزيائي وعلوم الفلك وايضا تطور الجهاز التليسكوب اي المرقاب البصري والشعر الراديوية تمكن العلماء من معرفة متى نشأ الكون او توصلوا الى مبدأ كيفية نشأة الكون حيث هذا المبدأ يعتمد على نظرية الانفجار العظيم اذا يعتمد نشأة الكون على اي نظرية نظرية الانفجار العظيم نظرية الانفجار العظيم تنص على ان الكون نشأ منذ حوالي 14-20 مليار سنة اذا متى نشأ الكون منذ حوالي 14-20 مليار سنة الكون كان عبارة عن مادة هذه المادة صغيرة الحجم اي اذا المادة صغيرة في الحجم هذه المادة كسافتها عالية وايضا درجة حرارتها عظيمة اذا كانت عبارة عن مادة صغيرة زاد كسافة كبيرة ودرجة حرارة مازة عظيمة هذه المادة ماذا حصل عليها؟ هذه المادة تعرضت لماذا؟ لضغط كبير اذا الى ماذا تعرضت هذه المادة؟ تعرضت الى ضغط كبير فماذا حصل عليها؟ انفجرت اذا عبارة عن مادة عبارة عن نقطة صغيرة زاد كسافة كبيرة ودرجة حرارة عظيمة اي درجة حرارتها كانت كبيرة هذه المادة تعرضت لين؟ تعرضت لضغط كبير نتيجة هذا التعرض لضغط انفجرت اذا ماذا حصل عليها؟ انفجرت انفجرت وانقسمت الى اجسام اذا نتيجة الانفجار ماذا حصل؟ حصلت اجسام كسيرة انفجرت هذه النقطة الى اجسام صغيرة هذه الاجسام تطايرت الى مسافات بعيدة عن مركز الانفجار اذا تطايرت هذه الاجسام الى مسافات بعيدة عن مركز الانفجار بعد مرور وقت ماذا حصلت على هذه الاجسام؟ اذا بعد مرور وقت هذه الأجسام بريدت نتيجة التبرد ماذا نشأ لدينا النجوم والكواكب وغيرها من الأشياء التي توجد في الكون إذن قلنا نظرية الانفجار العظيم تنص على أن الكون نشأ منذ حوالي 14 ل 20 مليار سنة نتيجة ماذا أو أن الكون كانت عبارة عن مادة زاد نقطة صغيرة طبعا زاد كسافة كبيرة ودرجة حرارتها كانت عظيمة هذه المادة تعرضت إلى ضغط كبير فحصل عليها انفجار نتيجة الانفجار هذه المادة انقسمت إلى أجسام هذه الأجسام تطايرت في الفضاء إذن أين تطايرت؟ تطايرت في الفضاء بعيدة عن مركز الانفجار بعد مرور وقت على الانفجار هذه الأجسام بريدت إذن بريدت فنشأت النجوم والكواكب هذه النظرية نشأت أو تأسست على يد العالم الروسي إذن تأسست على يد العالم الروسي هذا العالم يسمى أليكساندر فريد ماء إذن أليكساندر فريد ماء حيث أن هذا العالم يقول بأن الكون في تمدد دائم إذن الكون في تمدد دائم وهذا التمدد مستمر إلى يومنا هذا إذن طلاب درز نشأة الكون قلنا بأن الكون عبارة عن فضاء شاسع يتكون من عدد ضخم من الكواكب والنجوم والمجرات الأخرى إضافة إلى كويكبات ومزنبات قلنا لكل شيء بداية نشأته أيضا للكون بداية نشأته طبعا قلنا في قديم الزمان لم يكن معروف نشأة الكون بسبب عدم توفر الأجهزة الحديثة الكون أو الكون تأسس أو نشأته تأسد على نظرية الانفجار الأعظيم أليس التنصع لأن الكون كان عبارة عن مادة صغيرة زاد كسافة عالية درجة حرارتها كانت كبيرة هذه المادة تعرضت إلى ضغط كبير فانفجرت نتيجة الانفجار حصلت أجسام كثيرة فهذه الأجسام تطايرت إلى مسافات بعيدة عن مركز الانفجار فيما بعد بعد مرور وقت عليها بردت هذه الأجسام فشكلت النجوم والكواكب وقلنا أن الكون دائما فيه تمدد مستمر إلى يومنا هذا هذه النظرية تأسست على يد من تأسست على يد العالم الروسي أليكساندر فريدمان إذا طلاب هذا كل ما يتعلق لدينا بدرس اليوم يعطيكم العافية موسيقى موسيقى موسيقى